صباح البركة وراحة البال لما أصحى الصبح وألاقي أمي متركي على الكنباية وبتشتغل السياح الصوف وأبوي قاعد جنبها بيحكي لها قصص دينية وعن أيام زمان أيام مكان شباب ودامهم فنجانين قهوة وحبتين معمول وستي ملزق راسها بالراديو بتسمع الشيخ الحسري بتحاول تقرأ معه وتحفظ منه آيات قرآنية ولما تشوفني بتحكي لستي ناوليني يانس الصلاة بدي أطلع السنة بياع الصبر وبيع التين وتطلع وسط الدار وتنقش الحنونات وتنقش الزريعة وتحط فنجانها القهوة على الصفة وهي تتفرج على حنونات للبيت كيف صاروا كبار ومنعنشين ويمر بياع الصبر ويقعد أبوي يأشر الصبرات وأنا أخذ الحبة من بين الشوق وأصفتهم في الصينية الألمنيوم وأنا أتفرج كيف أنه بقدر يمسك الصبر وعليه شوق تدق الجارة وتفوت ع طول لأنه باب الدار مفتوح أتريها موعدة أمي بدهم يروحوا عند الخياطة مش لأنهم بدهم يخيطوا لا هي جارتهم وبدهم يشربوا معاها قهوة ويلتموا الجارات عندها يقعدوا على البسطة وأكون في البيت سامعة كل حديثهم وضحكاتهم من بعيد ولما ترجع أمي يحكي لها شكرا ويحكوا وما تكون حاملة شنطة لأنه مشوارها قريب راحت بالدجداشة والبابوج عشان هيك لفت الشوكولاتة بمحرمة وعلى طول نروح على المطبخ نقسمها بالتساوي بعناتنا على عددنا وتروح أمي ركض على المطبخ بدها تخلص الغداء قبل ما يجي أبوي من الشغل كانوا رجال يطلعوا يتغدوا يرتاحوا شوي ويشربوا قهوة ويرجعوا وينزلوا العصر على المحل والستات العصر تكمل الزيارات ومع إنهم يطلعوا الصبح والعصر بس كلهم بيوتهم نظيفة الغسيل مغسول والكوي مكوي الطبيق جاهز ومرات طبختين وفوق كل هذا فكوا تركيب ملاحف وشغل صوف وطريقة وكنبة وصنارة ويتفننوا ببربيش الأرقيلة والمفارش وتلميع النحاسيات وفوق كل هذا تعكيب العكوبات وتأميع البامية والفاصولية وعمل المخللات والتطالي والشي على حلو وفلو وتروح أمي من الزيارة قبل ما تعتم الدنيا ويطلع أبوي المساء نتعشى والنام وتكون أواعينا المدرسة مكويين والأب البيضة نظيفة ومكوية والشبرات ونستنى صحباتنا الصبح حتى يمروا لنا وننزل كلنا مع بعض على المدرسة نضحك ونشم الورد والفل والياسمين من شوارع البلد نوصل على المدرسة ويرن الجرس ويبدأ يوم جديد ونحلم في بكرة إنه رح يكون أحلى يا رب تعيد للأيام بركتها وللنفوس ضحكتها عقبت عليكم بالعافية تحياتي وريب العزيزي ترجمة نانسي قنقر